عشر سنين من التدوين بفتح الورد بريست مبروك سبت عشرة مليون جنيه لا مبروك انت اقبالك معنا صديق من عشر سنين ولو شرنا الدقة انا بدأت التدوين من اكتر من عشر سنين ممكن 11 سنة بس كان على موقع تاني غير الورد بريست كان موقع اسم تدوين جربت كذا موقع عربي بس لاسف الموقع دا ما كانش بتكمل كتير موقع تدوين كان موقع قويس وكان محترم جدا وبدأت تعملت حاجة اسمها كوباية لبن وصحاب الموقع نفسهم اتصلوا بي والتدوين متعتادها كويسة عايزين نقرضها على الصفحة الرأسية للموقع وبدأت تاخد شعبية كتيرة قبل ما الموقع نفسه يقف فلما وقف بدأت اشوف ايه الحاجات القوية والمستقرة بقالها فترة فلقيت البلوجر والورد بريست نتكلم عن فرق بينهم شوية البلوجر تابع لجوجل فده بيبقى مناسب جدا لو انت عايز يعني انت تكسب فلوس من ادنس وبرطوب ادنس كويس سهل انت تدخل تعادل في شفرة كود وانا محب عادل في شفرة كود والبرمجة وكده الورد بريست فيه نسخة على الموقع الرئيسي الورد بريست دوك كوم بتدخل تقول لو انا عايز اعمل حساب فبيديك حساب وتبدأ تختار الشكل وتشتغل بس مالكش ان انت تتقرب من شفرة الكود على اساس ان انت ممكن تعمل حاجة غلط تدخل فيروسات الحاجات الثانية ممكن تعمل داونلود لنسخة الورد بريست وستطابع على الموقع بتاعك لو انت لك موقع خاص بيك والحاجات دو كلها فري تمام؟ يبدأ بفلوس لو انت عايز حاجة خاصة او عايز تشتري مثلا بلاجين او حاجة خاصة لك انت لما بدأت التدوين اعتقد في 2005 كان فيه المنتديات هي المنتشرة ما كانش لسه الفيسبوك بدأ يتعرف بشكل موجود دلوقتي فكانت المنتديات هي المنتشرة بعد كها بدأ يظهر البلوج او التدوين بس ما كانش يعني تدر تقول ان كان كل العمل ومدونات في الفترة ديت او يعني اللي بدأ فكرة التدوينات باللوطن العربي كان استخدام سيء وكانت تدخل المدوينة تحس ان انت داخل الحمام كان شيء فظيع فعلا انا فاكر فترة دي كان عندنا كده احساس ان التدوينات دي حاجة سيئة كنت تدخل تلاقي شتائي مكاظرة وتلاقي حاجات مش كويسة فكان فيه ناس كتيرة واخد فكرة ان المدونات دي وحشة لحد ما انا عملت مدوينة وكان واحد عامل مدوينة منهم واحد اسمه وقق قبلية اسمه سردال المدوين بتاعته محترمة جدا نفسك وحاجة زيها فبدأ الناس اه لا ده دي اداية يعني مش هي حاجة وحشة والمنتدات حاجة حلوة لا اداية ده عاملة مثلا زي التلفزيون وممكن تستخدموا حاجة صح وحاجة غلط مش حرام وحلال فبدأ الناس تنتبه اه هي الفكرة كلها ان انا بعمل حاجة خاصة بيجي انا بحيس اللي عايزني ييجي وياخد الحاجة بتاعتي يعني انا مسلا عارف ان الراجل ده كويس في التاريخ وانا عايز اقرأ عن ليه فارروح نغوى مخصوص بدل ما ادخل مسلا عن فيسبوك واتوه ومش عارف هو فين وعن محتاج مقابلة معينة ببعد اعمل سرش فانصح اي حد ان هو يعمل مدوينة لانها حاجة كويسة جدا بتحفظ شغلك بتحفظ الحاجات اللي انت كتبتها تمام وتقدر تبقى منظمة بحيس لو حد بيدار الحاجة اللي هيها بسهولة جدا تمام ايه هي احسن منصة التدوين زي ما انت عايز يعني هما الاشهر ورد برس وبلوجر في حاجات تانية ممكن تكون انت مثلا محتاج حاجة خاصة بالصور ممكن تحتاج حاجة كده يعني زي ما انت عايز هل كسبت فلوس ممكنش الموضوع مادي او في كسب فلوس انا فجأة ان جالي بعد ست سنين مسلا رسالة انت كتبت شغل في خونسمونة جنيه او حاجة كده عبارة عن اعلانات زهرت على الموقع البلوجر اللي ان هو مكمرتات بالأدنس فالرحة دخلت وقفتوا لان انت اعلام تظهر للناس وممكن تكون فيها حاجة حلوة وحاجة وحشة ومحتاج ان انت يعني ممكن ان تخلي اعلانات كلها حلوة بس تترقى بالاعلانات ولو في حاجة وحشة تتبلغ عن الاعلان دول ولا مش عايزة ثاني فلقيت نفسها اشغل نفسي بحاجات ما لاش لازمة فرح تلغي الاعلانات خالص الورد برس بتظهر اعلانات بس بتشتبعي ومالاش سيطرة عليها ومالاش اي جزء من الارباح انا مايش اي ارباح من الورد برس والبلوجر هنقفل الاعلانات خلصة تمام الاعلانات في الناس بس كتير منها بس بيبقى معتمد ان هو بيكتب بالانجليزي لان سعر الاعلانات في الانجليزي اعلى وبيحاول يكتب في حاجة يكون مهمة للناس يعني مثلا يكتب عن الموبايلات عن التجارة الالكترونية يكتب عن السيارات يكتب عن الحاجات دي جد انا بكتب حاجات ايه اللي انا بكتبه بكتب ايه انا بكتب ايه البيم والريفت والنفس ووركس وحاجات رخمة كده ومكالكعة وما يعني اللي بيدخل لها بيبقى هو واحد داخل مخصوص شغال في المجال دوت اولت او وصع الاحسائيات بقى بمناسبة ما هو بيقول 10 سنين فلقيت تقريبا تقريبا 6000 تدوينة ولقيت فيديوهات شرح البرامج الهندسية في حدو 1660 فالحمد الله طبعا المدونة بتكلفك ما بالغ فلوس يعني مثلا المايك اللي هم بتكلم عني ده وده بمئة دولار بس على الاساس ان الصوت يطلع انقى بدل من الاول كان فيش اوشارة كتير وكمنش الناس سامع صوتي ولا انا بتكلم في ايه والناس بتكلم ان انا بتكلم في ازاي نعمل بحشي لان الصوت مش واضح الخط المستقبلية في كذا حاجة ان انا عايز اعملها ان شاء الله قريب منها ان انا هعمل قناة يوتيوب على جنب وبحيس لو انا عايز اكتب اقول اي حاجة عامة ملاجعة وبالبرامج الهندسية تبقى موجودة فيها عشان الناس ما تزعش تمام وعايز اعمل برضو حاجة عن الكتب والافلام والمسلسلات مجرد بس يعني ايه اه رأيي في الكتاب او رأيي في الفيلم او رأيي في المسلسل بس لسه بحاول اخضر لها شكل كده يكون شايق بدل ما يبقى واحد مسك مايك وعمل يتكلم بس برضو مكونش بتاخد وقت لان فعلا بغوط في مشاريع كتيره اه الحاجة اللي نفعت من التدوين عملت مشاريع كتير جدا مش مشاريع مادية لا قصد يعني مشروع مثلا نحن نطور حاجة او نعمل حاجة في حاجات فهم نفعت وحاجات ما نفعتش وحاجة كتيره بازت وحاجة كتيره مثلا ناس متحمس تلهاش اه يمكن هي الحاجة اللي كملت لغد الوقتي او بحارفها بقوة ان هي تبقى حاجة كويسة ولا قبول الحمد لله اه مجلة بين قربية مجالات اللي انتشرت الحمد لله كويس ان شاء الله تنتشر اكتر واتمنالها كل التوفيق هلا نادم على موضوع التدوين اه قبل ان عشر سين كانوا هيعدوا كده كده هيعدوا سواء مثلا انت فارقت على فيلم او اشتغلت في المدونة هي الحمد لله كويسة طبعا مثلا ممكن يكون يجيلي شغل بارتايم مارضاش او لا خلال للتدوين يعني احتسابا لان فيه ناس كتيرا مثلا ممكن يكونش عندها امكانية انها تروح تاخل كورسات لان الكورسات بعيدة او الموضوع مش امن او فيه حاجات تمنع ان هما يروحوا كورسات فوفرنا لهم الحاجة اونلاين بلغة عربية ودي حاجة يعني اتمنى انها تكون تنفع ناس كتيرا الله المستعان فيه فترات كانت صعبة جدا على الواحد يمكن شغلت نفسي بالمدونة على اساس ان الواحد اعصابه وما تتحطمش يعني افتكر المهندس حسن فتحي كان تفعب مع زميل ليه انهم بعملوا مشروع وبرحت بقى المهندس حسن فتحي يفنان فبياخد وقت وممكن يوعد فمرة واحدة راح جايله في سنة سبعة ستين اول ما هزمه حصلت قال له يالله ابني البيت وليه لنهار لقصهر مفيش بموت نفسه مش شغل فالرجل بيقول له يعني فيه قال له انا لو مكنتش انشتغلت بالبيت دوت وكنت ممكن انتحر بسبب الهزيمة اللي هزبناها وقال انا سامي الاسامي باسمها بارش نقول ناكسة هي كات هزيمة 23 يوليو من كلها ولاس الثورة يعني خلينا نسمي الاسامي باسمها على اسمها ما نجدبش عن نفسنا ففعلا ممكن المصائب اللي بتحصل اليهم دي في السياسة وفي اقتصاد الحاجات اللي كان ممكن واحد يتحطن نفسيا دول ان هو شغل نفسه بالمدونة فضحة كويسة طبعا ان انت تقعد تنشر حاجات على اكتر من شبك اجتماعي بياخد وقت كتير جدا فده تضيع الوقت حتى ادور لحدنا ملت موقع اسمه iftt.com الموقع بتنشر على اليوتيوب او wordpress هو بقى بيبدأ ينشر لك بقى في كل حتة سواء على الفيسبوك سواء على تويتر سواء على linkedin كل حاجة فهو بيريح دماغي بموضوع ان انا بعد ما ارفع الفيديو اخده وقعد الف فيه على كل حتة فالموقع ده جميل جدا يريد تجربه تمام حاليا ان انا دخلت على الانستجرام ان انا عمل الانستجرام من فترة ببس ان افتحوش ليت الف متابع فقلت لا ده الواحد يهتمف بدأت اخد صور فعشان كده هتلاقي الفيسبوك فيه شوية صور كتير بفجأة لان انا مكنتش عارف ان انا اليوم متابعين على الانستجرام ليت الف موية فعدد كويس وفيه صديقة عارفة ماليزية بدأت تعلم شوية حال في التصوير فان شاء الله هتلاقي الصور بتحسن بازن الله ازاي بقدر اتابع ازاي بقدر اتابع الشرحات والمواقع من اكثر من الجهة هو في موقع اسمه فيدلي ف اي اي دي الواي دوت كوم الموقع ده ممتاز جدا بديله اسام المواقع ولو حصل جديد بيقول لي اذا فيه جديد يعني بدخل على موقع فيدلي بس خلش عموقع تاني بدخل عليه مرة في اليوم او كده فيقول لي والله خلال اليوم دوت في ناس عامل في مقالات اتنشرت في اكتر موقع فبدأ اتابع ممكن تعمل فيدلي اذا اتجرب المواقع بتاعي اضطلك في التسكريبشن فتلاقي كل يوم يقول لك ده فيه حاجة جديدة او مفيش حاجة جديدة في موقع مثلا ممكن تتبع باي اخبار انت عايزة تمام اي طالب اي من الناس انا طالب من الناس ان لو لاحقه كويسة لا اي حد ينشروها تمام بدل ما الفيسبوك ممتالب بالطرهات وكده لا لما تلاقي حاجة كويسة تنشرها تمام يعني انت مسلا ليت حاجة ليا او لغيري حاجة كويسة انشرها ليتنا انا بقول تخاريف حاجات ملايش لازمة متنشرهاش انا بلاقي الناس كتير ينشرها حاجات ملايش لازمة وحاجات تضيع الوقت واحد مثلا شاف حاجة يعني ايه لحد افلان فلان بيقول كذا كذا كلام هبل فليه تنشر الهبل ده حتى لو انت بتقول للناس اخوانا شوفوا ده هبل واحد ده هبل سيهوه ما تنشرهوش يعني ما تخلي ايش الراجل ده يقاليه متابعين او الناس معرفية او بتاع ليه نسمع عسامة زي فلان وفلان وفلان ما تنشرش غير حاجة تصوركم اللي امن ان انت تراه ما تنشرش كلمة الواحد قالها غلط يعني واحد مثلا قال ان يا اخوانا ما فيش انبياء او مجر وفي حادثة كده حصلت ان في واحد راح وسط الحجيق وتبول في بيئة الزمزم فبيقول له في ايه قالهم احبابت الاسكر ولو باللعنة حبيت الناس تذكر الحادثة تذكر اسمي حتى لو هي تشتمي ففي بعض الناس كده فالليه ننشر حاجة بتاعتهم ثانيا برضو ما تنشرش اي حديث غير ما تعمل سيرش تأكد ان هو صح ولا هلا ان شاء الله تكون مدوانها كويسة وما يكونش حد من داي مني وانا اسف لو انا عملت حاجات داي حد ولو حد من داي مني يبعتلي بحس ان فعلا اعتزرله شخصيا وان شاء الله نشتغل مع بعض في حاجات تنفع البلاد والعباد بإذن الله